في الحياة العالم كل دلوقتي أنظروا متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام القادمة مع انطلاق النسخة الجديدة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 20-24 المقرر بدايتها في الـ 26 من شهر يوليو ولكن في الكواليس هناك ملامح مختلفة من مطبخ أولمبياد باريس اللي مقرر أنه يعمل على تقديم 2 مليون وجبة بواقع 40 ألف وجبة في اليوم الواحد طبعا الخبر ده يعني أنا نفسي استغربت لما قريت وقلت يعني إيه يعني إيه وجبات غذائية للرياضيين وأولمبياد هيتم فيها توزيع الوجبات بالألاف والتفاصيل قلنا نتعرف عليها مع الدكتور حمدي الأمين أستاذ التغذية الرياضية صباح الخير يا دكتور حمدي صباح الفل عليكم وعلى أستاذ المشاهدين كلهم إيه موضوع الوجبات الغذائية الرياضية وإزاي بيتم تنسقها وشكلها بيكون إيه إيه المفروض الشروط اللي بتتوفر فيها يعني شروط الوجبة الغذائية لرياضيين اللي هي لازم تكون مكافيةهم بإذن يعني بشكل أو بآخر بكل العناصر الغذائية وفي نفس الوقت تكون شاملة شاملة كل مكافيةهم من ناحية العناصر من ناحية الصعارات الحالية يعني مش كل لعبة مش كل لاعب وفي كل لعبة يقدر لو يأخذ نفس العدد الصعارات اللي هو يحتاجها زي زميله فهو الذي يبقى عنده نوع من أنواع التنوع من ناحية الأصناف ومن ناحية السعرات بحيث اللي هما يكافوا كل العيب اللي هو يقدر يمال في الرياضة ويمال في المنافسة بتاعته على أكمل وجه إذا كل العيب بيختلف عن التاني حتى لو في نفس اللعبة ولا دي بتختلف من الرياضة لرياضة وعدد السعرات الحرارية اللي مفروض هي تكون موجودة عشان يقدر يلعب المفروض هما هيلاقوا صعوبة كبيرة جدا لأن كل لاعب في نفس الرياضة بيبقى محتاج عدد سعرات مختلف لأن دوت بيبقى على حسب كتل الجسمه وعلى حسب المرحلة اللي هو فيها للمنافسة هو دلوقتي يكون لهم في فترة الإعداد عشان خطرة المنافسة دكتور حمدي احنا سمعينك يا دكتور تفضل في حاجة اسمها الروتين الغذائي الروتين الغذائي اللي كل لاعب بيتابعه في الرياضة معينة بيبقى مثلا في رياضات السرعات زي الألعاب القوة أو الضراغات أو السباحة بيبقى مختلفة في نظام غذائي بيتبع للأنشطة اللي بتعتمد على القوة زي الملاكمة أو الألعاب اللي فيها فايتنج غير الألعاب الجماعية اللي بتبقى زي الهندبول وكورة القدم وبالتالي بيبقى محتاج دراسة أو دكتور متخصص أو موجود وجبات أو فسلتي كتيرة من نظرات وشكال مختلفة من الواجبات بتقدم الرياضيين بشكل أو بآخر على حسب نوع الرياضة اللي يمتقدمها وعلى حسب كتفة جسمة مفهوم طيب في حالة حدث رياضي مهم زي أولمبياد باريس إزاي بيتم التنصيق لإطعام هذا العدد الكبير وإزاي بيتم خروج مثل هذه الواجبات يعني بيبقى فيه كم ألف شيف بيبقى فيه كم مطبخ بيعني سيربس أو بيخدم على كل هؤلاء اللي عابين القرية الأولمبيعة مثلا لما بيبقى في أي دولة بتستقبل الحدث الرياضي الكبير دوت بيبقى محتاجة اللي هي بيبقى عندها نوع من أنواع العدد الكبير من المطابخ والشفات مع اختلاف الأزواق بتاع الواجبات فلازم يبقى فيه تنوع في الواجبات لأن احنا كشعب مصري مثلا أو شعب عربي يلينا نوع معين أو طريقة معينة من الواجبات اللي احنا بتختلف تماما على النوع مثلا مثلا زي المطبخ الصيني اللي هو شرق آسيا أو الأكل الأمريكي مثلا حولات الغربي الأكل الغربي فهو بالتالي هيبقى نوع فيه التنوع في الواجبات اللي هو بما يليق اللي احنا اللعيبة بتاعتنا تقدر تستسيغه وتقدر اللي هي تهدمه وفي نفس الوقت تقدر تحصل فيه الأناصر الغذائية والسعرات الحالية اللي لازمة عشان خاطر التمرين والمنافسة فده مجرود جامد جدا جدا عليهم اللي هم هيعملوا أشكال كبيرة أكتر من 500 صنف أو 600 صنف لمختلفين عشان اللعيبة تقدر اللي هي تختار منهم وتقدر تاخد منهم الأصناف اللي هي تقدر تاخدها لاني فيه حاجة اسمها روتين الغذائي أنا ما أقدرش لعيب عندي قبل المنافسة أو فترة التدريب أخليه يجرب أنواع كثيرة جديدة عليه يعني بيرضوا جميع الأزواق والجنسيات طبعا عشان ده أولمبياد عالمي لكن كمان كل اللعيب بيبقى عارف هو مفروض يأكل إيه ولا بيبقى فيه حد دايما بيرشده وانت مفروض نازل منافسة فيها مجهود كذا فانت لازم النهاردة تأكل كذا صعر حراري وإيه نوعية التعامل لنسبك في الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة اهتمام الوزارة بدعم بدعم المنتخبات بشكل أو بآخر بتكاثر أخصرين تغذية بحيث لهم يضعوا لوكيه اللعيبة بتاعة المنتخبات بشتة 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 اختلافات الأنشطة بنوع الأكل أو كميات الأكل المفروض يأخذها كل لاعب في الفترة دية سواء قبل التموين أو بعد التموين أو قبل المنافسة أو بعد المنافسة أنا بشكر حضرتك كتير دكتور حمدي الأمين أستاذ التغذية الرياضية